قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ان الحكومة وضعت جملة من الاجراءات والخيارات للتعامل مع الاعتداءات الحوثية الارهابية المتكررة على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب اليمني اوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفيا يوم عمس بالعاصمة المواقعة تتعادا ان تأمين قطاع النفط من اولويات الدولة والحكومة كونه حج الموارد الاساسية للموازنة العاملة للدولة اكد رئيس الوزراء ان ميليشيات الحوث الارهابية هي الناهب الرئيسي لمقدرات وثروات ومؤسسات الدولة حيث تستحوذ على عائدات هائلة من الاتصالات والضرائب والموانئ والجمارك دون استخدامها في دفع رواتب المواطنين او تقديم اي خدمات للناس في مناطق سيطرتها وحملت دكتور معين عبد الملك ميليشيات الحوث الارهابية مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع من تدهور على مختلف المستويات